مجلس بلدي الجنوبية مجلس بلدي الجنوبية وقير أن بعضهم رفع القطاء وطلع الماء من طريق صرف مياه اللي هو الصرف الصحي والشي الثاني يكون قرفة عمليات وحدة أساس أن الكل يتحكم في البحرين والشي الثالث نتمنى أن نستفيد من الدعم الخليجي لصرف مياه الأمطار للبحرين كلها إلى ذلك توافق المجلس على المقترح المقدم من اللجنة الفنية على نقل المصنعين الموجودين بمجمع 941 الكائنان بمنطقة البحير إلى أي منطقة صناعية لافتين إلى أن وجود هذين المصنعين يتعارض مع التصنيف الحالي للمنطقة إضافة إلى أنه يفكل خطراً بسبب ما تحتويه تلك المصانع من أدوات ثقيلة ومعدات فضلاً عن وجود سكن عمال وسط المنطقة السكنية ما يؤثر سلباً على المنظر العام وعلى القاطنين بالمنطقة مصنعين للحديد صال لهم فترة طويلة موجودين يعني قبل المصانع هذه موجودة من قبل وجود هذه المنازل أو هذه العمارات ولكن الوضع القائم حالياً وضعهم خطر جداً لأن هذه المصانع فيها آليات كثيرة عندهم رافعات ثقيلة عندهم سكن عمال فيكون وضعهم جداً خطأ في هذه المنطقة حيث أن هذه المنطقة ليست منطقة صناعية ولا منطقة خدمات إنما منطقة استثمارية كلها عمارات وفلال خاصة لذا طالبنا مكتب سعادة الوزير اليوم التوصية طلعت إنه إيجاد حل للنقل هذه المصانع إلى أي منطقة صناعية كما نقش الأعضاء فكرة إنشاء أماكن مخصصة للترخين في المؤسسات الخاصة والحكومية والمؤسسات التجارية وذلك حفاظاً على المظهر الحضاري العام خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين